الرسالة من النجف من الأخ العزيز ياسر الحسان رسائلنا من النجف كثيرة خلاصة الرسالة هو يذكر أسماء لا أريد أن أذكرها خلاصة الكلام يقول هل هناك في دين العترة الطاهرة من منهج روحي مثل ما عند الصوفيين ما يسمى بالطريقة هناك الشريعة هناك الطريقة هناك الحقيقة ما يسمى بالطريقة أو مثل ما عند العرفانيين ما يسمى بالسلوك بعلم السلوك في أجواء الصوفيين يسمى بعلم الطريقة وفي أجواء العرفانيين وفي أجواء العرفانيين الشيعة يسمى بعلم السلوك السائل يسأل هل هناك شيء مثل هذا في ثقافة العترة الطاهرة الجواب نعم هناك وهناك وهناك لا أريد أن أتحدث في هذا الموضوع لأنني سأتناوله في قادم الأيام إما في برنامج خاص بهذا الموضوع أو ستكون هناك فقرة من فقرات برنامج الرسالة العملية الزهرائية الموجزة المتلفزة ستكون هناك فقرة من فقرات هذا البرنامج تشتمل على هذا المعنى كثيرون يسألون وكثيرون يستفسرون وكثيرون يرغبون أن يكون برنامج بهذا الخصوص أترك الأمر لقادم الأيام وإذا جرت الأمور بأسبابها وكان هناك التوفيق فإما أن أفرد برنامجاً خاصاً بهذا الموضوع وإما أن تكون هناك فقرة من فقرات برنامج الرسالة العملية الزهرائية الموجزة المتلفزة بهذا الخصوص تحياتي للأخ العزيز ياسر له ولعائلته الكريمة ترجمة نانسي قنقر